اليمن الذي فيها الغاز للأسف الشديد أصبح المواطني اليمني يبحث عن الأسجار رجعنا عهد الحطب يحطبوا على الأسف يروحوا يطبقوا لأولادهم والمليارات تدفق إلى أموال يعني إلى جيوب للأسف الشديد القيادة الحوتية والمسجدين الحوتيين على حساب هذا المواطن البسيط المشكلة والكارثة العظمى عندما نجد أن هناك تكارير للأسف الشديد توليالات تجرم مثل هذه الأعمال التي للأسف الشديد أصبحت تضر وبشكل مخزي ومؤلم بالمواطن اليمني وما زال المجتمع الدولي يقول أن هناك تجاوبا من الحوتيين ويحاول أنهم لمعهم في مجلس العامنة وفي التقارير التي تقدم إلى مجلس حقوق الإسان واحدة من الكارثة حقيقة المزدوجة التي يعني من المواطن اليمني هناك مليارات عندما تحدث على 127 مليون ذلك اليومي من موضوع الغاز يعني شيء مخزي يعني بالنهاية يمكن أن أقول أنه خلال شهر واحد يمكن أن توفر مليارات من الريالات يمكن أن تساهم فيه تفعي رواتب الموظفين